موسيقى حصيلة نوصفت بالإيجابية ذلك ما أكدته الجمعية المهنية للبنوك حول نشاط الصيرف الإسلامية بالجزائر منذ إطلاقها نشاط تميز بتسويق منتجات عديدة وفق الشريعة الإسلامية لحسب النتائج التي توصلنا لها اليوم على مستوى الجمعية لاباف نتائج جدا مرضية أكثر من 54 مليار دينار تم تحصيلها لحد اليوم كل البنوك تقريبا رهي طرحت من تسويق منتجات على حساب الشريعة الإسلامية منتجات إسلامية واليوم الزبون الجزائري عنده الاختيار بين المنتوج التقليدي الكلاسيكي أو المنتوج الإسلامي العقار التجهيزات المنزلية والسيارات هي أهم المنتجات التي استقطبت المواطنين وحفزتهم لطلب تمويلها بفضل مراعاتها لما تقتضيها الشريعة الإسلامية تعني تمويل سيارات تمويل العقارات وتمويل تجهيزات المنزلية والإلكترومنزلية فيما يخص المهنيين والمؤسسات بنك البركة يمول حاجات الاستغلال وحاجات الاستثمار تمويلات العقار يعني اقتناء عقار من طرف الأفراد ومن طرف المهنيين وتمويل اقتناء تجهيزات يعني من طرف الأفراد وكذا من طرف المهنيين وتمويل يعني اقتناء سيارات التأمين التكافلي الإسلامي نفذة أخرى تضف للصيرف الإسلامية وترافق المواطنين الراغبين في تأمين منتجتهم اليوم هناك شركتين وحدة عموميتين نتأسوا وحدة للتكافل تأمين التكافلي لأشياء وحدة تأمين التكافلي على الأشخاص لكن هناك شركات أخرى خاصة التي تتحضر لإطلاق نوافذ للتأمين التكافلي الإسلامي جهود المتواصلة يعمل عليها ممتهن والقطاع المصرفي لتسيير التمويل الإسلامي خاصة مع تزايد الطلب على هذه المنتجات